للمزيد ينضم إلينا من بكين أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية أحمد بعد التحية مزيد من التفاصيل حول ملابسات كل التصرحات التي أتت من منتدى التعاون العربي الصيني المشترك كريم أهلا بك ربما اللقاء الذي عقده رئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الدولة الصينية ليتشيانج جاءت نتيجته متطابقة مع كل ما قيل في السابق مع الرئيس الصيني تشينج والذي أكد فيه الرئيس المصري مرة أخرى على عمق العلاقات المصرية الصينية وعلى أنها ذهب إلى مزيد من العمق مزيد من التعاون مزيد من أثر التفاهم في كل المجالات التنموية إذن هذا كان آخر التصريحات وربما أيضا التصريح الذي أدل به الرئيس الإماراتي بعد جلسة القادة والتي قال فيها أنه بعد أربعين عاما من العلاقات الصينية الإماراتية هناك أفق أكبر للتعاون وهذه الكلمات جميعها صفت بشكل واحد تقول أن هناك مستقبلا جرى تأسيس جزء كبير منه الآن في منتدى التعاون الصيني العربي لأنه في الأعوام المقبلة وربما مع هذا المنتدى شديد الرسوخ قياسا بمنتديات أو تجمعات أخرى نتحدث عن عشرين عاما من عمره وتطورا كبيرا في نتائجه تشيء الأرقام وتشيء الحقائق وتشيء الخطط التي رصدت اليوم بأنه سيشهد مستقبلا أكثر رسوخا وأكثر اتساعا في تناوله لكافة القضايا الاقتصادية أو التنوعات الاقتصادية التي ينوي تنوي هذه الدول الدخول فيها فبتالي كريم يعني مع ختام هذا المنتدى بهذا الشكل الاحتفائي الاحتفالي وهذا الشكل ربما من النموذج الذي سيقدر القائمون عليه نتائجه بعد عامين قادمين يقول إن هناك ربما تدخلا صينيا أكثر في مجموعات الاستثمار العربية نعلم أن الصين بثقلها السياسي بثقلها الاقتصادي بتنوعها الاقتصادي بما تملكه من تكنولوجيات كثيرة تود أن تضع ربما بصمات في الدول العربية في صياغة كاملة لتعاون الجنوب جنوب الرئيس الصيني اليوم تشي جينبينج تحدث عن أن نموذج تعاون الجنوب جنوب يجب أن يستمر بشكل واسع وأن ربما فكرة القطبية الواحدة يجب أن تنتهي إلى أقطاب متعددة يكون فيها لدول الجنوب رصيد كبير أو هامش كبير من التحرك على كذا عدة مستويات إذن تحرك هذا المنتدى في اجتماعه اليوم وفي اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري بالأمس على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية بين الصين والدول العربية إذن ما قيل كله كان مشجعا كثيرا ولعل ما قاله أيضا الأمين العام للجميع العربية أحمد أبو الغيط في كلمته اليوم أمام المنتدى تقول أن هناك رغبات كثيرة من المجموعة العربية مجتمعة في أن تقيم وتزيد من حدود تعاونها مع الصين والصين ربما تذهب بعيدا في عمق التدخل في الشؤون في المشاكل أو حل المشاكل في الشرق الأوسط تقول أيضا أن هذا مطلب عربي والصين في هذا أيضا بالتالي أو بالتوازي تحافظ على فكرة عدم التدخل في شؤون الآخرين كسياق ونهج للسياسة الخارجية الصينية هي فكرة التعاون دون تدخل وهذا عكس ربما الأفكار الاستثمارية التي عاشتها دول العربية ودول الجنوب عموما من تكتلات اقتصادية مختلفة نعم من بكين أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك